وزيران سابقان في الحكومة اللبنانية يدخلان تحت طائلة العقوبات الأمريكية التي تستهدف ميليشيا حزب الله الموالية لإيران والجهات والشخصيات الداعمة لها في لبنان المستهدفان بالعقوبات الأمريكية هذه المرة هما علي حسن خليل وزير المالية السابق ومستشار رئيس مجلس النواب نبيه بيري إذ تتهمه واشنطن باستغلال منصبه لتخفيف العقوبات على حزب الله مقابل عمولات شخصية كان يتلقها مباشرة من العقود الحكومية بينما تتهم الإدارة الأمريكية يوسف فينيانوس وزير الأشغال السابق وأحد المقربين من زعيم تيار المرضى سليمان فرنجية بتسهيل فوز الشركات التي تتبع الحزب للحصول على عقود حكومية من دون وجه حق وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين قال تعليقا على العقوبات الجديدة إن الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بالإصلاحات وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعون ويستغلون ذلك الشعب أما وزير الخارجية مايك بومبيو فقد توعد بملاحقة أي شخص يسهل أجندة حزب الله الإرهابية وبحسب تقرير لمجلة ناشونال ريفيو الأمريكية فإن حزب الله بات من المتهمين الأساسيين في قضايا الفساد السياسي الذي يعيشه لبنان ولعل الانفجار الهائل الذي وقع مؤخرا في مرفأ بيروت يعد أحدث دليل مأساوي على اختلال النظام السياسي اللبناني الذي مكن جماعة متهمة بأنشطتها الإرهابية من حكم البلاد وجعلها رهينة أجندتها الخاصة بحسب التقرير كما أن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي باتت مرهونة بتقويد سيطرة الحزب على مفاصل الدولة وتضيق الخناق على التنظيم الموالي لنظام طهران والمصنف إرهابيا لدى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وبحسب محللين فإن واشنطن تحاول تفكيك التحالفات السياسية لميليشيا حزب الله في الداخل اللبناني عبر إجبار الحلفاء على التخلي عن دعمهم إياه خشية تصاعد العقوبات ضدهم بسبب ذلك الدعم